رأس صاحب السمو الملكية لمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وبحضور صاحب السمو الملكية لمير سلمان بن حمد الخليفة وليل العهد نائب القائد العلا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الاجتماع الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضايبية وقد بحث المجلس عددا من الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات وعقدت سعادة أسيد سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة مؤتمرا صحفيا بعد الجلسة تحدثت خلاله حول أبرز الموضوعات والمذكرات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة وما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات حيالها ترجمة نانسي قنقر